أنها ستتصدى بكل الطرق والوسائل المشروعة للعدوان الذي تعرضت له منطقة هجليج بجنوب كردفان من قبل دولة جنوب السودان وحذرت الخرطوم جوبا من الإصرار على العدوان وعتماد أسلوب الحرب وقال بيانه مصادر عن وزارة الإعلام السودانية إن هذا المسلك لن يعود على جنوب السودان إلا بالخيبة والخراب بحسب البيان في السياق تقدم